مباشرة أرحب بضيفي المتواجد ويايا داخل الستوديو وزير النقل الأسبق الأستاذ عامر عبدالجبار حياك الله أستاذ عامر وشرفتني بتواجدك أهلا وسهلا بمشاهدين القناة تحياتي لك البداية سيادة الوزير باختصار كيف تنظر لواقع الرياضة المعلومات التي عندي عنك أنه رياضي عندك إلمام كبير بالرياضة عندك لقاعات سابقة رياضية وكثير من العمل الإداري وغيره والخطط الاستراتيجية تدرك بيها كوزير كيف تنظر لرياضتنا الآن بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وإلى مشاهدي القناة بالحقيقة يعني احنا المتتبع للرياضة العراقية كثير ما أشوف المحللين أخفاق المدرب عراقي مو زيان جيبه أجنبي جابوا أجنبي الأجنبي مو زيان جيبه عراقي هذا اللاعب مو زيان العايش بره مو زيان اللي بالداخل هذا زيان هذا ساعي يمكن تحون لاعب ساعي يقل لعب آي أقول مشاكل بالرياضة العراقية هي مو فنية عندنا مدربين عندنا لاعبين ولا لوجستية عندنا ملاعب ما موجودة بتاريخ العراق اللي هي؟ مدينة الرياضية ملعب كربلا ملعب النجف ملعب بالكوت ملعب الناصرية ملعب الألان الحبيبية تنفتحة ملعب العمارة يعني إحنا بذاك الزمان كان بس ملعب الشعب والكشافة بالنسبة الوضع اللوجستي يعني يمكن الإنجاز الوحيد بالعراق بعد 2003 برز هو الملعب فلا عندنا مشكلة لوجستية ولا عندنا مشكلة فنية عندنا لاعبين راقين عندنا مدربين ممتازين مشكلتنا إدارية